اشتركوا في القناة ايها الاخوة الكرام ما زلنا بالكلام عن سلسلة الادعية المباركة والحكاية الشرعية الدينية التي نستفيد منها في حياتنا اليوم والنهارض نتكلم عن حكم شرعي او حكمة بعنوان الحكمة من الصيام طبعا الاصلة جماعة الخير ان احنا نبدأ نعود نفسنا عن الصيام من دلوقتي وطبعا دالي ما بيصومش خالص فيه ناس ما بيصومش غير رمضان فانت ينبغي ان تعود نفسك على الصيام نحن على مشارف شهر رجب فعود نفسك على الصيام صيام السنة اتنين وخميس او تلاتة شر بعتشر خمستة شر من كل شهر لكن هذا اعزين نعرف الحكمة من الصيام الغرض من الصيام هو التقرب الى رب العالمين سبحانه وتعالى جل فعلا هذا بداية اتنين ترك الشهوات التي كان يحتاجها او كان يمشي فيها وطبعا دام اعارف انذا حرام لكن كم يمشي فيه لابد ان يتركه طاعة لله وتعظيما لله وهذا كله يجعله يتقرب اليه بما شرع الله سبحانه وتعالى جل فعلا لان الله تبارك وتعالى يحب من عباده ان يتقرب اليه بطرك ما تحبه نفوسهم طاعة له وتقربا اليه فان من طبيعة الانسان محبة الاكل والشرب والاتصال باهله خلي بالك انا بتكلم في الاشياء الحلال فما بانك بقى لما تترك الحرام فان الله عز وجل فرض عليه على الانسان المسلم طبعا ترك هذه الملزات في ايام الصيام تقربا الى الله تبارك وتعالى وابتلاءا وامتحانا له هل يؤثر محب الله سبحانه وتعالى انك تحب ربنا او يؤثر فيك هواك فاذا وفق الله تبارك وتعالى الانسان ان يؤثر ما يحب هواه على طاعة الله وده طبعا بيكون من خلال الصيام المفروض عليه فهذا دليل على قوة الايمان وقوة اليقين والرغبة بما عند الله تبارك وتعالى من الجنان اللهم ارزوكنا الجنة يا رب تظلونا في اللقاءات القادمة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته